نعم الحقيقة يعني حاليا أسعار السعر الصرف أصبح يثقل الكاهل العائلة العراقية نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم وجود إنتاج محلي يستطيع تخفيض هذه الأسعار فالسياسة الاقتصادية متمثلة بوزارة المالية تستطيع مديد العون إلى الطبقات الهشة طبعا من خلال تغذية مفردات البطاقة التموينية بمواد إضافية بحصة إضافية شمول عدد أوسع بالرعاية الاجتماعية توظيف العاطلين عن العمل هناك يعني وفورات مالية يفترض أن يتم توجيهها من خلال موازنة للوفورات يعني أن لا تكون لدينا علاقة دائمية بتوجيه هذا الاستهلاك وإنما بالتأكيد الشعب يطالب عندما تكون هناك وفورات الحكومة تستطيع توجيه هذا الدعم إلى مستحقيها الطبقات الهشة بالتأكيد دعم الدينار العراقي يفترض أن يكون ضمن خطة واضحة وشفافة ومعلنة من أجل لا تتأثر الأسواق المالية يعني عملية إرباك الأسواق المالية بالتأكيد وراءها المضاربين فعلينا أن نطمئن الأسواق المالية وعملية يعني الاستمرار بالسعر الثابت على اعتبار أنه هو حقيقة العراقي تبنى موضوع السعر العملة الثابت لو انتقلنا إلى سعر العملة المعوم الذي يتعرض إلى الطلب والعرض طبعا هذا هو ما يجب أن يكون إذا كانت لدينا وسائل جديدة لدعم الدينار العراقي هناك الآن اليوم مثلا وزارة الصناعة أعلنت عنها تعيد النظر بقانون الاستثمار الصناعي بهدف بيع الكبرية الفوسفات الاسمنت صناعة الحديد والصلب هناك عديد من المنافذ التي يمكن أن يكون هناك طلب على الدينار العراقي لغرض شراء هذه السلاء الوزارات الاتحادية أيضا عليها أن يعاد تأهيلها لكي تقدم خدمات بالدينار العراقي وتخفف العبع عن وزارة المالية حاليا وزارة المالية مبيعات الدولار من النفط هي التي تغطي الأنفاق العام بنسبة 98% فعلينا أن ندعم الدينار من خلال التنويع الاقتصادي لكن هذه المرحلة الحكومة مطالبة بمعالجات سريعة من أجل أن تكسر الأسعار يعني لا بس أن تقوم وزارة التجارة بشراء مواد من خلال تخصيص 5 مليار دولار مدعومة من قبل البنك المركزي بـ 1180 وتقيد هذه المبالغ لصالح استرادات وزارة التجارة من السلعة التموينية وبذلك نكسر أسعار المواد الغذائية ونحقق الأمن الغذائي ستراتيجيا وبذلك يمكن كسر بقية الأسعار مثل هذه المعالجة السريعة من الممكن أن لا تؤثر على سعر الصرف وفي نفس الوقت تقترب من طلبات الطبقات الهشة وتكسر الأسعار لبقية السلع وبشكل عاجل من أجل أن لا تترقب الأسواق قرارات البنك المركزي ووزارة المالية حاليا دخلنا في مرحلة الجمود خاصة على مستوى كبار التجار مبيعات البنك المركزي من الدولار للثلاثة أيام القادمة موجودة لكن ما بعدها بالتأكيد ستنخفض ترجمة نانسي قنقر